هنا في محافظة المثنى داخل مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي وبالقرب من ردهة يتواجد فيها المصابون بفيروس كورونا نجد رجالا شمروا عن سواعدهم متحدين جميع الظروف التي تحيط بهم إلى جانب أنهم يعملون تحت درجات الحرارة المرتفعة لينجزوا ردهة الحياة السادسة تسهم في إنقاذ المواطن السماوي عند أصابته في هذا الفيروس المستجد فضلا عن الدعم والمساندة للجيش الأبيض من أجل الوقوف بوجه هذه الجائحة المشروع بساعة 114 سرير تم توميله من قبل وزارة الصحة وبتنفيذ من قبل عتبة العباسية المقدسة والعمل مستمر بخلال 24 ساعة من قبل كوادر عتبة العباسية بجهد متميز وأداء رائع طبعا هذا المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 3500 مربع يحتوي على 114 غرفة لعزل المصابين العمل المكتمل عندنا حاليا هي منظومة الحرائق ومنظومة التلفزيون البدالة والكاميرات والتبريد والكهرباء المشروع الذي تنفذه ملاكات قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز وما هي إلا أيام القلائل لنشهد دخول 114 لا تتعزل منفرد للخدمة بالإضافة إلى غرف متعددة للطواقم الطبية وغيرها للتعفير فالنا عن غرف المختبر والصيدلية والإدارة قامت هذه الكوادر الفنية في شعبة التبريد التابعة إلى قسم الصيانة الهندسية بإنجاز منظومة التبريد تشمل منظومة السحف ومنظومة الدفع الهواء الفول فريش باعتبار نحن نتعامل مع جائحة كورونا التي وفق المعايير الفنية الهندسية لا بد من توفير هواء نقي فول فريش الوقوف بوجه جائحة كورونا ومساندة الجيش الأبيض إضافة إلى توعية الناس ورفض الأسواق والدوائر الصحية والحكومية بمواد التعقيم والتعفير هذا ما عملت عليه العتبة العباسية المقدسة منذ وقت مبكر عند اشتياح الفيروس للبلاد اشتركوا في القناة